إذن بدون مقدمات فريدريك أنتونيلي المدير الفني أو المدير الفني نعم لنادي ليلى الفرنسي يتحدث بأنه بنا الصعب بمكان أن نحافظ على سوفيان بوفال مع توالي العروض الثمينة والهامة جدا من البرومير ليغ من أنديا من البوندس ليغا من أنديا فرنسية ويتعلق الأمر بأجراء باريسان جرما يريد أيضا سوفيان بوفال إذن لعب مطلوب ويشعل سوق الانتقالات رفقة حكيم زياش ولكن لنبدأ ببوفال كثرة الحديث في بعض الأحيان عن تعربت عن عدد من الأسماء بالهندة في وقت من الأوقات نردي البخاري عن عدد كبير من الأسماء خاصة على مستوى خط الهجوم الحمدى وياسيدي اللي كان في آياكس مع المعامن كان هدف دوري الورندي في تواجد سواريز كسحافة وطنية انفق البالون تنسى في سنوات قليلة جدا هل كاريزما ستيل إمكانيات سوفيان بوفال مغايرة لمن تم ذكره لكي يكون نجما على طراز أوباميانك الأفريقي القابوني على غرار عدد كبير من النجوم المتألقين في خط هجوم الدوريات وأندي أوروبية عريقة والآن عنده عروض هامة جدا لأندي أقوى من الليل الفرنسي لكي تكون مساحة للتألق على المستوى الأوروبي في دوري الأبطال ربما في اليوروباليك وأيضا لينعكس ذلك على المنتخب الوطني في أنه هو في كل المشكلة هو في الاختيار في حد ذاته لأن الاختيار من البوفال لازم أن يكون اختيار على حسب الإمكانيات في أن البوفال قدمه سواء رائعة معاليل مع المنتخب الوطني والله هو الفتن مدلل في أربعة أيام في أنه في أربعة أيام لكن بين على علو الكعب ذياله بين على مهارات فنية كبيرة وهذه الكرة الحديدة كتطلب إمكانيات ديال بوفال لأنه بعد المرة ما تلقاش حلول فكتلقى الحلول من الواصل لكن أنا كنت أعتقد بأنه فعلا إلى حسن الاختيار يكون عنده وكيل أعمال وكيل أعمال ربما أنا كنت أعتقد أنه إذا بكي لعب في الدوري الفرنسي ربما الدوري الإيطالي أو الإسباني فكنت أعتقد بأنه فعلا وصيرت الدوري الإسباني لأنه فعلا كنت تعرف الدوري الإسباني يعني لاعبين كيمتاز غذير قنفس دياله فعلا كنت أعتقد أنه في الدوري الإسباني